السلام عليكم متابعين الكرام هل تعلم ماذا يحدث للإنسان الذي ابتسم أو ضحك وهو يصلي مفاجأة ولكن قبل مشاهدة الفيديو أدعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات قناة أعرف دينك لأنه ينبغي على المسلم أن يخشع في صلاته وأن يبتعد عن كل ما يذهب الخشوة لأن الخشوة هو لب الصلاة وقد امتدح الله عز وجل المؤمنين بقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فالمبتسم في الصلاة لا يؤثر على صحة الصلاة أن من صدر منه قهقهة أثناء الصلاة ونطق بحرفين فصلاته باطلة مكروهات الصلاة ومفتلاتها ذكرها الكثير من الفقهاء حتى تكون صلاة العبد صحيحة وتخلو من أي خلل أو نقص قدر المستطاع والمكروه هو ما طلب الشرع ترك فعله طلبا غير جازما ولا يأثم فاعله ولكن تركه يثاب لو تركه امتثالا لأوامر الله عز وجل أما المبتلات فهي التي تفسد العبادة وتجعلها غير صحيحة وإن كان فعلها بقصد فقد يوجب إعادتها وفي هذا الجيديو نوضح أبرز مكروهات الصلاة والمبتلات مكروهات الصلاة واحد العبث بالبدن كتشبيك الأصابع وفرقعتها يقول شعبة مولى بن عباس صليت إلى جنب بن عباس ففقأت أصابعي فلما قضيت الصلاة قال لا أملك تفقع أصابعك وأنت في الصلاة فإن هذا مما قد يفقد القشوع المطلوب في الصلاة ومن أمثلة ذلك أيضا العبث باللحية أثناء الصلاة ويستثنى من ذلك الحاجة إلى أمر من هذا مثل الحكة اثنين رفع البصر إلى السماء وقد استثنى الحنابلة حال التجشي لمن يصلي جماعة فيرفع بصره كي لا يؤذيهم في صلاته وقد ورد النهي عن هذا الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم لا ينتهي أن أقواما يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم ثلاثة تغميض العين في الصلاة حيث أن السنة إبقاء العينين مفتوحتين لأن أغماضهما مظنة للنوم والسنة أن يلقي المصلى بهما إلى موضع سجوده ولكن يخرج من الكراهية حاجة المصلى للإغماض خوفا من عدم الخشوة لما يمكن أن يكون هناك من مشتتات يراها تخل بخشوعه فيغمض أربعة التخصر في الصلاة منهي عنه بالاتفاق لقوله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا والتخصر هو أن يضع الرجل يده على خاصرته وقال الشفعية بجوازه لحاجة أو ضرورة خمسة يكره أن يصلي المسلم وهو يدافع الأخبثين والأخبثان هما البول والغائض حيث قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان ويستنبط من هذا الحديث كراهية الصلاة في حضور الطعام وقاس الشفعية والحنابلة عليه من اجتهى طعاما أو شرابا لأنه في بابه ومما يدل أيضا على كراهية الصلاة في حضور الطعام قوله صلى الله عليه وسلم إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ستة كراهية استقبال النار أو شيء منها في الصلاة لأن في هذا شيء من التشبه بعباد النيران وهذا القول عند المالكية والحنابلة سبعة ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والحنابلة إلى كراهية تنكيس الصور والتنكيس يعني أن تقرأ في الركعة الثانية صورة أعلى مما قرأتها في الركعة الأولى ثمانية تقره الصلاة عند النعس ومغالبة النوم ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه تسعة يرى فقهاء الشافعية والحنفية والحنابلة كراهية التثاوب في الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم وأما التثاوب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع حشرة يكره أن يبسط المصلى ذراعيه في السجود بل ينبغي له أن يرفعهما عن الأرض وأن يجافي ويباعد بينهما حيث قال صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكل الحادي عشر ويكره التدثم في الصلاة قال الشافعية إنه تغطية الفم وقال المالكية إنه تغطية الفم مع الأمث والمرأة كالرجل في هذا اثني عشر كراهية تكرار السور في الرقعتين عند المالكية ثلاثة عشر يكره النظر إلى ما يلهي عن الصلاة مبطلات الصلاة تبطل الصلاة بالقيام بأحد أمرين اثنين أساسيين هما فعل ما يحرم فيها كالأكل والشرب عمدا وإلا إذا كان ناسيا فلا تبطل صلاته على الراجع من أقوال أهل العلم كذلك لا تبطل لو ابتلع ما بين الأسنان لو كان دون الحمصة والكلام عمدا يبطل الصلاة أيضا إلا إذا كان جاهلا بالحكم أو ناسيا فصلاته صحيحة والعمل الكثير عمدا ليبطلها أيضا فقد قال النووي إن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيرا أبطلها بلا خلاف وإن كان قليلا لم يبطلها بلا خلاف أما الحركات الخفيفة كتحريك الأصابع أو حكة للجسم فالصحيح أن الصلاة لا تبطل به وإن كانت متوالية إلا أنها تقرأ نواقض الوضوء خمسة أمور تنقض الوضوء باتفاق العلماء وهي أولا خروج شيء من السبيلين القبل والدبر قليلا كان أو كثيرا طاهرا أو ناجسا لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائد ولقوله صلى الله عليه وسلم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق عليه سيلان الدم الكثير أو القيح أو الصديد أو القيء الكثير كما يرى الحنابلة والحنفية لما رواه الإمام أحمد والترمزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضع ثم ليبين على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم أخرجه ابن ماجة والراجح عدم النقد لضعف الحديث ثالثا زوال العقل بجنون أو تغطيته بسكر أو إغماء أو نوم لقوله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهل فمن نام فليتوضأ رواه أحمد وابن ماجة بإسناد حسن ما لم يكن النوم يسيرا عرف من جالسا أو قائما فلا ينقض حينئذ لقول أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضعون رواه مسلم والمقصود أنهم ينامون جلوسا ينتظرون الصلاة كما هو مصرح به في بعض روايات هذا الحديث رابعا مس القبل أو الدبر باليد بدون حائل لقوله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ رواه أحمد والنسائي وابن ماجة خامسا غسل الميت لأن ابن عمر وابن عباس كان يأمران غسل الميت بالوضوء وقال أبو هريرة أقل ما فيه الوضوء أما الأمر السادس فالردة الخروج عن الإسلام لقوله تعالى لإن أشركت لا يحبطن عملك حكم الصلاة على النبي في وضع النوم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يجوز ترديدها في أي وقت وفي أي وضع سواء كان الشخص نائما أو جالسا أو ماشيا وكذلك الذكر كله في قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض لا حرج في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي لفظ أدى المراد فلو قال اللهم صلي على محمد أو قال صلى الله على محمد أو قال الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أو قال صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك فقد صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة صحيحة مجزعة والأمر في ذلك واسع إن أعجبكم الفيديو اشتركوا في القناة دعما لنا اشتركوا في القناة